بعد تصدره على مدى سنوات طويلة مراتب متدنية في الكثير من التصنيفات والمؤشرات والأحصائيات الدولية حل العراق من جديد في المرتبة الخامسة عربياً والثالثة عشر عالمياً في مؤشر الدول الهشة والفاشلة الذي صدر عن صندوق السلام الأمريكي العراق وفي تقرير صندوق السلام الأمريكي باتت درجة الخطورة فيه مرتفعة جداً لدرجة أنها صنفت بالقصوى وسبب ذلك بحسب التقرير الأمريكي انتشار الفساد السياسي والفقر والبطالة والانقسام السياسي في هذا البلد بشكل كبير التقرير علل كذلك السبب في تصدر العراق أسوأ المراتب بمؤشر الدول الهشة والفاشلة بالأزمات الداخلية والخارجية التي يعيشها العراق على الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية نهيك عن تفشي الفساد المالي في نظامه وعلى مدى ستة عشر عاماً تعاقبت على العراق حكومات اتسمت بالفساد في جميع أوجوها ونال العراق خلال السنين هذه مراكز سيئة في العديد من التصنيفات والمؤشرات الدولية منها اعتباره أخطر مكان في العالم في عام 2014 بحسب معايير دليل السلام العالمي الذي يضم 144 بلداً في العالم كذلك اعتبرت بغداد من العواصم غير الآمنة في العالم عندما وضعت على لائحة أخطر عشر مدن في العالم عام 2016 أيضاً تصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي التي نشرتها منظمة الشفافية الدولية عام 2018 كذلك نال العراق ترتيباً مشابهاً في العديد من المجالات منها سوء استغلال واستثمار الموارد الطبيعية بحسب دراسة تحليلية أصدرها مركز بروكنز الأمريكي لدراسات الاستراتيجية عام 2018 وفيما يخص الجنسية العراقية اعتبرت مؤسسة هينيلي وبارتنرز التي تعنى بالمؤشر العالمي لأحدث لقوة الجنسية اعتبرت في العام نفسه الجنسية العراقية الأسوأ في العالم ترجمة نانسي قنقر